أصعد اللهم أسألكم مشاهدين الكرام وهلا بكم إلى هذا اللقاء نسبة رطوبة عالية على المناطق الساحلية فقط 80% درجات الحرارة كانت مرتفعة على وسط الصحراء وحتى على المناطق الجنوب الغربي ومناطق الجنوب الشرقي مسلحة الأرصاد الجوية قامت بإصدار نشري خاصة يوم الأمس عن توسل الارتفاع درجات الحرارة على المناطق أو الولايات الصحراوية والولايات المعنية شمال تمن رسات جنوب ولاية غرداية وحتى على أدرا وورقلا حيث درجات الحرارة ستستمر إلى غاية أمسية يوم الغد بحول الله أما عن حالة السماء لنهر اليوم سجلنا أجواء مغشات على كافة المناطق الشمالية خاصة المرتفعات الوسطى والغربية دائما سحب موسمية من أقصى الجنوب نحو مرتفعات الهجار والتصليف عليه ليوم الغد بحول الله دائما سحب سفلة كثفة وضباب على السواحل لكن سيتلاشى تدريجيا فسحنا لمجال أجواء مغشات على كافة المناطق الشمالية السحب ستزداد كثفة على المرتفعات مرفوقة ببعض الرعود المنعزلة دائما سحب موسمية ورعدية على منطقة تندوف شمال الصحراء إلى غاية مناطق الجنوب الشرقي أكثر كثفة على برج باجي مختار وعنقزان مرفوقة ببعض القطارات من الأمطار دائما أجواء حارة وصافية على وسط الصحراء مع تطاير ليريمال وهذا على وسط الصحر إلى غاية مناطق الجنوب الشرقي ليلا درجات الحارة تبقى فصلية معتدلة على مناطق الشمالية تترعوح ما بين 16 إلى غاية 23 درجة بينما مرتفع على وسط الصحراء لتصل إلى غاية 33 درجة أما عن درجات الحارة القسوالية ومن الغد دائما موجة حار تجتاح مناطق الجنوب وبتحديد ما وسط الصحراء مناطق الجنوب الغربي إلى غاية مناطق الجنوب الشرقي مقاييس ما بين 46 درجة إلى غاية 48 درجة وهذا تحتضل بينما على المناطق الشمالية تبقى فصلية معتدلة على مناطق السحلية لترتفع إلى غاية 39 أقل 41 درجة وهذا كأعلى مقياس وبتحديد على الهضاب العليا الغربية أما عن الملاحة وسط البحر اليوم الغد بحول الله بحر هادئ وجميل على طول الشريط الساحلي رياح ضعيفة أما عن درجة حارة مياه البحر تطروح ما بين 23 درجة إلى غاية 27 درجة وهذا على السواحل الشرقية راية خضراء سباحة مسموحة مع لكم إلى الاستمتاع والاستجمام إذن نفترق دائما بالمعلومات الفلكية التي تخص العاصمة وضوحها اليوم الغد بحول الله غرب الشمس يكون في حدود الثامنة تماما شكرا على المتابعة في أمان الله شكرا على المشاهدة